جدي كان مسؤول عن المحمل القديم. الان تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين. اه وكان هو تحت ايده عشر افراب بيشتغلوا في الكس والشليفة. وتعقبت الحكاية ديت. ويكفي ان احنا نقول لك لينا الشرف ان الكس ما تخرج من تحت دينا تلات سنين او اربعة سنين واربعة دي كمان. اه والدي تعلمها منه وانا خدتها من والدي. وبحاول دلوقتي ان انا انقلها كمان لأولادي. اه وزي ما تعلمها والدي من جدي بحاول يعني انقلتها بحزفرها. الحمد لله رب العالمين وقدينا بنكمل المشوار لحد وقتنا هزا ياه. الكرتون الاول بنثبته بالخيط. بعد كده بنحط الحشوة فوق الكرتون وبنشتغل عليه برضو بالخيط بحيش ان احنا لنفس يعني نثبته تثبيت كويس. اخر حاجة بقى محرارة هي مرحلة السلك او مرحلة القصب. يعني فيه بدل ممكن برضو بدل السلك بيبقى فيه انقصب زي الحاجات اللي معايا كده او اللي ورايا. عشان خاطر برضو ما يبقاش التكليفة برضو جمدة على العميل. وطبعا هي عملية مرهكة عن حكاية السلك كمان حكاية مرهكة او انك تشتغل بزلك محاس في ايدك دي صعبة شوية. اشتغل بزلك مرهكة عن حكاية مرهكة.